الرفاق والرفيقات السادة الحضور أسعدتم مساء لما تمثله فئة الشباب كعصب لأي مجتمع وأي دولة في أي عملية بناء وتطور نناقش اليوم في هذه الأمسية واقع الشباب البحريني بعنوان تحديات ومعوقات واستشراف المستقبل ويتحدث فيها كل من الأستاذ إحسين أحمد الإسكافي رئيس جمعية ملتقى الشباب البحريني وهو يحمل بكالوريوس في المالية والمحاسبة ذو خبرة 17 سنة في القطاع المصرفي والتجاري كما خبرة 20 سنة في العمل التطوعي والاجتماعي كما يتحدث معنا نائب رئيس قطاع الشباب بالمنبر التقدمي الأستاذ مجيد هاشم حامل بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية وشهادات تخصصية في إدارة الموارد البشرية استشاري موارد بشرية وإدارية وخبرة عملية تفوق الثلاثة عشر عاما نبتدي ندوتنا اليوم مع كلمة للأستاذ أحمد فليتفضل الأخوات والأخوة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في البداية أن أشكر جمعية المنبر التقدمي على عقد هذه الندوة المهمة والتي تركز على قطاع مهم جدا في المجتمع ألا وهو قطاع الشباب في الحقيقة عنوان هذه الندوة جدير بالاهتمام ويفتح فضاءات واسعة من البحث والجهد للتغلب على كثير من التحديات المختلفة والمتعددة التي تواجه الشباب قبل الدخول في صلب موضوع ندوة هذه الليلة أود أن أشيد بالاهتمام الرسمي الكبير بالاحتفاب اليوم الدولي للشباب والذي صادف تاريخ 12 أغسطس أو الذي يصادف تاريخ 12 أغسطس من كل عام حيث كان الاحتفاب يوم الشباب العالمي هذا العام يحمل عنوان النهضة بالتعليم ولحسن الطالع أنه يأتي بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين هذا العام 2019 بمرور 100 عام على دخول التعليم النظامي في مملكة البحرين بخصوص عنوان ندوة هذه الليلة واقع الشباب التحديات والمعوقات واستشراف المستقبل نبدأ باستعراض التحديات والمعوقات التي يواجهها الشباب بشكل عام في البحرين أتمنى أن تشاركوني إذا أغفلت عن بعض هذه التحديات طبعا أخونا هاشم أكيد باستعرض نوعا ما هذه المواضيع بداية يمكن يعني أنا لخصت أبرز التحديات القلق من المستقبل والخوف من عدم تحقيق الذات يواجه الشباب والشابات هذا العنوان أنه بعدة أسئلة هل سوف أكمل الدراسة وأتخرج من الجامعة هل سوف أحصل على وظيفة بعد التخرج هل سوف أكون لي أسرة هل سوف يكون لي شأن في المجتمع وتتوالى أسئلتها المتعددة تحدي الثاني الوظيفة والحصول عليها وهنا يعني ضع بين القوسين شبح البطالة المتفشي هذا من أكثر المواضيع حساسية التي تؤرق الشباب والشابات على حد سوا خصوصا من يدرس من أجل الحصول على الوظيفة الحكومية سواء في القطاعين الخاص والعام كي يكمل ويبني مستقبلا هناك تحدي يمكن هذا تحدي جديد وهو التطور التكنولوجي وتأثيره على الوضع بشكل عام التكنولوجيا بكل تأكيد يعني فيها من الفائدة الكبيرة ولكن هناك جانب سلبي نحن نشوف أن اليوم التكنولوجيا قاعدة تهدد المئات من الوظائف التي كانت متوفرة يعني مثلا بإمكان أن أنا أسوي لي برنامج أو نضع برامج متعددة مثل برامج محاسبة أو غيرهم من التخصصات الممكن أستغني فيه عن هل كثر عدد من الموظفين وهذه البرامج نسبة الخطأ فيها تكاد تكون معدومة جدا فهذا أنا أعتبر تحدي كبير يعني وجديد جدا على المجتمع من التحديات أزمة الخطاب الديني والفكر هذا أيضا من المواضيع اللي يمر فيها كل الشباب والشابات في مرحلة مما راحل حياتهم نحن نقول أن الوضع الطبيعي أن الشباب يستقي معلوماته من المنابع الوسطية سواء في الأسرة أو المجتمع لكن الخوف الكبير من تأثير التيارات الدينية والفكرية التي لديها موجات تطرف في وجهات النظر التي تحملها هذا خوف شديد قد يدفع الشباب إلى بؤر ومساحات ممكن تأثر جدا على واقعنا بشكل عام تحدي آخر هو الواسطة في التوظيف ما زالت عقلية هذا من جماعتنا وهذا من فريقنا السياسي هذا من مذهبنا هذا من عائلتنا هذا من منطقتنا مسيطرة على مبدأ تكافؤ الفرص وهذا يعني هذا اللحظة بشكل كبير جدا ويحتاج وقفه يعني من أصحاب القرار أيضا منافسة الأجانب في الوظائف اليوم صار الأجنبي ينافس ابناء البلد في كل شيء من ضمنه في الوظيفة هو يجي برواتب متدنية زهيدة ويسوي نفس العمل يعني يمكن بعض الأرباب العمل مثلا يفضل على أساس أنه يقعد ساعات عمل أطول وبراتب أقل وهذا بشكل عام يشكل منافسة إلى المواطن أيضا عدم ديمومة المشاريع المتوسطة والصغيرة بسبب التنافذ الشديد يعني اليوم نشوف احنا الشباب والشابات يتجهون إلى مشاريع بناء مشاريع وتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة ولكن دخول الأجانب أو هذا هو المال اللي هو الفيزا المرنة وقاعدين يعني أنا مثلا لما أبسوا مشروع وأخذ فيه مبلغ خلنا أقول مئة أو مئتين هذا يجيب عشرين دينار يعني يعني الشيء أنا ما أقدر أتصور أنه هذا شنون يأخذ هذا المبلغ وعيش فيه عدنا تحدي عدم التمكن من دخول الجامعة عن بعض الشباب والشابات بسبب الرسوم الجامعية المرتفعة يعني البعض يعني يخرج من بيئة يعني فقيرة أو يعني متوسطة الدخل وما يقدر يعني أهلا ما يقدرون يدفعون لرسوم الجامعة وهذا بالنسبة للبعض تحدي أن أنا خلاص ما أقدر أدش الجامعة وبالتالي أضطر أن أدخل سوق العمل بوظيفة وراتب متدني عدنا تحدي أنه عدم الحصول على وظيفة في نفس التخصص أنا أدرس تخصص في الجامعة لمدة أربعة أو خمس سنوات ولم أتخرج ما ألاقي وظيفة في نفس هذا التخصص طبعا البعض ممكن أن يروح إلى وظيفة بالتخصص آخر ولكن يعني اليوم نحن بعد نشوف شح الوظائف أو عدم تناسبها مع يعني واقعنا واقع الشباب بشكل عام في البحرين هناك تحدي أنه عدم تكافؤ المزايا الوظيفية بين الإناث والذكور يعني أن الشباب والشابات ممكن يتوظفون في نفس الوظيفة نفس التخصص لكن الراتب والمزايا التي حصل عليها الولد أكبر بكثير من الراتب والمزايا التي حصل عليها البنت من واقع يعني من واقعنا نحن على الأقل كجمعيات شبابية نلاقي اليوم منحسار دور الجمعيات الشبابية التي كانت تحتضن قطاع كبير من الشباب يعني يمكن مع بداية انطلاق المشروع الإصلاحي وبداية تأسيس المجتمع المدني تأسست الجمعيات الشبابية كانت تستقطب عدد كبير من الشباب والشباب يمكن عدم وجود الإيمان بالعمل المؤسسي هذا اللي خل هذا الانحسار والتراجع يكون موجود يعني في شباب ممكن يبغي يتطوع ويشتغل في العمل الشبابي لكن كعمل مؤسسي هذا يعني ما حد يبغي يشتغل بهاي الطريقة طريقة الهرامية وطريقة العمل المؤسسي وهذا طبعا يأثر كثير خصوصا أن العمل التطوعي يشهد صعود وهبوط تبعا للمناخ السياسي يعني نشوف احنا اليوم يعني يمكن من 2010 و2011 بدأ العمل التطوعي والعمل الشبابي في حالة من الهبوط أيضا عدنا نقص وضعف الحوار بين الشباب وعدم فهم وجهات النظر الأخرى ما زال عدنا عدم ثقافة التقبل الآخر بسبب اختلاف الديني المذهبي الفكري يعني ما زالت هناك جماعة أنا أعتقد أن أنا الفرق الناجية وبالتالي البقية كلهم كلهم على ضلال أو كلهم على يعني اختلاف معي وبالتالي أنا أشوف نفسي أنا الأفضل هذا يعني تحدي أيضا كبير يواجه الشباب هذه التحديات تأتي فيها معوقات تواجه الشباب نحن اليوم نلاقي من المعوقات أنه عدم وجود قانون صريح وواضح ينص على أن هناك مثلا بنسبة للتوظيف أنا أتكلم ما فيه قانون واضح وصريح يحصر الوظائف العامة أو هناك بعض الوظائف الحيوية يحصرها على المواطني سواء في القطاع العام أو الخاص نحن نشوف دول الخليج وبعض الدول العربية والعالمية تحصر بعض الوظائف الحيوية وظائف القطاع العام تحصرها على المواطنين يعني مؤخرا سمعنا في عمان طلع قانون سلطاني أن يحصل وظائف معينة فقط للمواطنين نحن في البحرين ما موجود لدينا هذا الشيء وهذا طبعا هذا يعتبر أحد المعوقات التي تواجه الشباب لدينا عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل أنا أدرس لكن هذا الشيء ما إلي وجود أقعد أخسر من عمري سنوات وفي الأخير أتفاجأ أنه هذا الدراسة أو التخصص اللي درسته ما إلي وظيفة أيضا من المعوقات نلاحظ أن هناك تسهيلات كبيرة يحظى بها الأجنبي سواء في التوظيف تأسيس الشركات الصغيرة المتوسطة أيضا الكبيرة وهذا جعلت أنه يكون فيه تراجع كبير في المشاريع المتوسطة والصغيرة اللي يعني يقوم بها أو يعني يمتلكها المواطنين في اليوم نحن نشوف في شركات كثيرة قاعدة تبند أو تسكر والسبب أنه يقول لك أنا ما أقدر أنافس الأجنبي الأجنبي بدأ يعني يدخل أو يتغول في السوق بروح أنا إلى يعني فقرة استشراف المستقبل حساس ما أطول عليكم نحن نحتاج إلى أن يكون هناك يعني وزارة أو هيئة للتخطيط الاستراتيجي خصوصا في الجهات الحكومية ونحتاج إلى إطلاق دراسات سيناريوهات لاستشراف المستقبل كافة القطاعات الحيوية ووضع الخطط والسياسات بناء على ذلك نحن أيضا بحاجة إلى استراتيجية تركز على المواضيع التالية مستقبل رأس المال البشري والشباب مستقبل التكنولوجيا والأنظمة الذكية مستقبل الاستدامة والبيئة وتغيير المناخ مستقبل بنية تحتية والمواصلات مستقبل الصحة مستقبل التعليم مستقبل بيئة الحياة الإيجابية والسعيدة مستقبل الأمن المائي والغذائي ومستقبل الأمن الإلكتروني نحن نقدر نقول من الجيد أن ثلثي أعضاء مجلس النواب اليوم من الشباب بالإضافة إلى كتلة تقدم طبعا من الشباب لا نقدر نقول كبار إلا ذكرنا من تحديات ومعوقات نجد أنفسنا بحاجة إلى صياغة قوانين تصب في صالح المواطنين والشباب بشكل خاص باعتبارهم العصب الأساسي لمستقبل أي نهضة القوانين هذه بحاجة إلى أن تأخذ صفة الإلزام خصوصا في بعض الجانب التي تتعلق بالأمور المعيشية نحن بحاجة إلى مراجعة التخصصات الجامعية والتي ما زالت تدرس في جامعة البحرين والجامعات الخاصة في تصريح في 2017 لوزارة العمل يقول أن هناك 12 تخصص جامعي بلا فرص توظيف بمعنى أن نضيع على الطالب والطالب فترات دراسية والمحصلة لا توجد أي وظيفة نحن بحاجة أن يكون هناك في وزارة العمل قسم خاص بالتخطيط الوظيفي يضع خطط بعيدة المدى وتتناقش هذه الخطط مع الجامعات مع جامعة البحرين والجامعات الخاصة إلى هنا أشكركم على حسن استمعكم ترجمة نانسي قنقر